بانك عيادة وفندق وغيرها من المرافق الخدماتية الهامة كلها متواجدة بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بسطيف السوق الذي يتربع على نساحة 30 هكتار أول سوق من نوعه وطنياً وبمعايير دولية أمر سيجعله ركيزة أساسية لتشجيع التجار على التوجه للقنوات الرسمية في المعاملات التجارية نهيك عن أنه يعد قاعدة أساسية لتشجيع التصدير حسب ما أعلنه وزير التجارة سعيد جلاب خلال الزيارة التي قادته لولاية السطيف تسطير أزيد من 2 مليار دولار مع نهاية السنة يتطلب تحركات على مختلف المستويات من خلال العمل على إبرام اتفاقيات تصب في هذا الغرض على غرار تلك التي أبرمت مع موريطانيا والرمية لتفعيل المبادلات التجارية مع هذا البلد من خلال خلق نسيج لوجستيكي مدروس لتسهيل عمليات التصدير من خلال العمل خلال الغعامة من خلال حيثي وأقل أمود قيد تحركاتات التجارة على نهاية السطيف يتم بتأمد قاعدة او قول واقعوا قليل أوها من خلال تحركات التجارة بالقاعدة من خلال العمل خلال الزيارة من خلال الزيارة يفضل تحقيق هدف 2019 سنة تصدير بامتياز لا يقتصر على المساعدة والمرافقة لتسهيل وصول المنتوجات الجزائرية لمختلف الأسواق وإنما يتطلب أيضاً تنويع المنتوجات القابلة للتصدير من خلال تعزيز الإنتاج لتلبية الطلب داخلياً وخارجياً ترجمة نانسي قنقر